وزيرة الصحة النهاردة تكلمت وهي بترد على سيد الرئيس قالت ان فيه مشروع في اكتوبر القادم هيتم الاطلاقه او تدشينه مشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية انتو عارفين مشروع الحياة كريمة اللي احنا بصدده هذا المشروع هو الاضخم في تاريخ مصر الاضخم في تاريخ مصر حد عنده اي شك في ذلك المشروع الاضخم في تاريخ الدولة المصرية والمشروع الاكبر في العالم مش مبلغة والله ولا مبلغة ولا تقعير ولا تحديب ولا تطبيل ولا كلام انا بقول شوفوا التجارب اكبر مشروع تنموي ينقل خمسين في المية من سكان مصر من حالة الى حالة تغيير وقعهم هو مشروع تنمية الريف المصري اللي هو مشروع حياة كريمة شوفنا الدكتور مصطفى مددول مبارح والاول مبارح وهو في عشة من العشش ده اللي احنا عايزين نقل يعني العشة دي عايزين نشوفها بعدين تبقى عاملة ازاي يا ريت انا اكلم يعني اطالب اطالب الاخ العزيز هاني يونس انه نحتفظ بهذه الصورة ونفس البيت لما يتم نجيب المقارنة هو ده تغيير واقع الناس يعني انا فعلا ممتن ممتن والله للقائمين على ادارة الدولة لانه اللي بيحصل يا جماعة اقتحمل مشاكل محدش كان عنده الجراء ان يخش عمروكو شفت رئيس وزراء دخل عشة بهذا الشكل واحد مع الناس بس النهاردة انا بقى له الدكتور مرسل فابد بولي بقول له يا اخي الله يسترك والله يبجد فعلا فعلا يعني شيء مؤثر نفسيا ان احنا انطبطب على بعض اللي كان موجود النهاردة في مدينة السادات يا جماعة كان نوع من المواجهة الحقيقية لمشاكل ما كانش حد بيفكر فيها اصلا مين يا جماعة شفتوا مين قبل كده اتكلم على السمنة والرياضة في المدارس والانيميا والتقزم والغبار السيه مين شفتوا تكلم قبل كده يا جماعة من المسؤولين رئيس ولا رئيس وزراء ولا غيره اتكلم وقاب ودخل واقتحم هزي المشاكل هو احنا ناسين يا جماعة احنا كنا احنا كنا زي الرئيس بقى النهاردة كنا لا داول مين كان بيمدي ايده ويشمر ويخش في موضوع الصحة وموضوع الانيميا وموضوع يعني النهاردة الرئيس هو بتكلم بالارقام والاحداد يا جماعة انا مغدود والله انا قاعد عمال اكتب هيت الرئيس بتكلم وزراء الصحة بتكلم الناس شغل فيه شغل موجود عندي كام مليون طالب عنده اعرفين بين رقم اهو تلاتة واربعة من عشر مليون طالب تلميز عنده سمع تمانية وتلين من عشر مليون طالب عنده انامي واحد وتلاتة من عشر مليون طالب عنده تقز اطفال جدنا رقم دي منين قاعد البناة يعني فيه تلاتاشر مليون تلميز عنده مشكلة عند اللي عنده سكر واللي عنده ضغط عندي عشرة مليون ضغط وتلاتة مليون سكر وعندي كان عنده فيروس سيجة عشرة مليون الحاجات دي كلها اقتحمناها ودخلنا جواها عشان الانسان المصري عشان المواطن المصري عشان يبقى عندي مواطن سليم صحيح صحيته كويس يا معاقل هيشتغل كويس هيفكر كويس هيش حياته كويس هينجب اولاد في ظروف وبيئة عمل وبيئة حياة كويس دي الفكرة يا جماعة خليني اقول لحضراتكم انه ما قاله السيد الرئيس على هامش الزيارة بعد الفتاح وانا في في غاية السعادة وفي غاية الفرح واحنا ماشيين شايفين انتاج من اول ما يطلق من اول قمح لغاية ما يطلق عندك مغبوزات وعندك مقرر وعندك بسكويت وعندك 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 حاجات دي كلها كنا بنستورد من برا وكان عندي حاجات كلها لما اخز يعني المنتجات كلها اللي ياكل باكل بسكويت ولا ياكل مش عارف ايه كلها حاجات ما فيهاش توجيه غزائي منضابط لا دي كلها معمولة لأولادنا وابنائنا المصنع اللي احنا شفناه مش مصنع مدينة صناعية مدينة صناعية متكاملة من اول ما تدخل لغاية ما تخرج كله مدار باحدث الادوات واحدث الانظمة والحوكمة والنظافة الموجودة ووسائل النقل والاعلان والدعاية والمنتج لا 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 بالتالي بنقولك نقفل المنظومة عشان قاطر من ساعة ما هو قمح قدامك لغاية ما اولادنا يفك العبوة بايده وياكل مراقبة مراقبة ارقابة صارمة عشان ما حدش يخلش في المنظومة